قامت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورا محمد المشعان بزيارة تفقدية لمشروع المطار الجديد وذلك للاطلاع على آخر المستجدات ومتابعة التنفيذ ميدانيا للمضي قدما رحو استكمال تنفيذ الأعمال واستعجال المراحل التنفيذية وأكدت الوزيرة على أهمية تطوير البنى التحتية لقطاع النقل الجوي في البلاد بانتهاج أفضل المعايير الدولية في مجال صناعة الطيران المدني ومشددة على ضرورة التنسيق لحل المواضيع العالقة والخاصة بمشروع مبنى المطار الجديد تي تو وطالبت بسرعة إنجاز جميع الأعمال بالجودة والكفاءة المطلوبة وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة والالتزام بالبرنامج الزمني المتعاهد به لافتة إلى أهمية التنسيق مع الطيران المدني وأضفت أيضا أن الحكومة حريصة على تسخير كل الإمكانات وتقديم مختلف التسهيلات اللازمة لاستكمال المشروع وتشغيل كافة خدمات ومرافق المطار وفق البرنامج الزمنية المقرر كما تنولت الزيارة عرضا مرئيا يوضح ما تم إنجازه من أعمال ترجمة نانسي قنقر